شاهدين اهلا بحضراتكم معانا مرة تانية لفقرة الحوار لهذا اليوم اللي بيكون شرف ان يكون ضيفي فيها هو الاستاذ ايمن السيسي مدير تحرير الاهرام اهلا مليك فانت اهلا سهلا يا صاحب يعني الحقيقة حضرتك كاتب صحفي ونائب رئيس تحرير الاهرام اكبر جريدة لدينا في مصر واكيد عندك قراءة لاهم التوصيات اللي صدرت فيه او القرارات اللي صدرت فيه البيان الختامي لدول جوار السودان حول الازمة السودانية هو انا في تقدير ان الاهم مخرجات المؤتمر هو الوقف التحركات العسكرية ووقف الحرب وهدنة بدون او اتفاق على الاجتماع بدون شروط او التفاوض بدون شروط ده مهم جدا الاهم هو منع نشر قوات اجنبية ومنع تدخل اجنبي وده كان رأي مصر الاساسي والدائم في ازمات مناطق الجوار ايوه صح مش بس السودان زي ليبيا وزي فبالتالي كان ده اهم لان المجموعة الافرقية بتاع الايجاد كينيا واسيوبيا وفي كانوا حاولوا ان هم يتكلموا على نشر قوات او حظر طيران ايوه وبالتالي هو عايز السودان رفضت تماما طبعا لانه هو لا يمكن لانه قوات الدعم السريع مسيطرة بنسبة كبيرة على الارض لانها موجودة فعليا في اماكن كتيرة هي موجودة فيها سواء في المنازل او في المستشفيات او في المصالح الحكومية لانها كانت قوات مشتركة بتحرص الاماكن ديت يعني وجودها مش احتلال الاماكن ديت لكنه كان دايما كان فيه قوات مشتركة طب ايه علاقت بقى حظر الطيران بحاجة زي كيف هو لانه هو عنده تواجد على الارض منتشر بالدعم السريع كويس الجيش مسيطر بالطيران اه تتحلم الجيش كده اه بالتالي لو انت منعت الطيران او عملت حظر الطيران فهتغل يد الجيش عن الحركة وبالتالي هتفسح المجال طب ليه يا فندم اتقال انه هذه الدعوة مش بس حظر الطيران فكرة وجود قوات اجنبية وانه يبقى في حظر الطيران انها بتصدر صورة غير حقيقية انه فيه قوتين متكافئتين متناحرتين بينما الخقيقة غير كده في جيش وتمرد عليها ده ده جانب اخر من الجوانب الصورة انه اذا اتكلمت في حظر الطيران وده كان حاول بعض القوى الاقليمية في بداية الازمة انه هما يحصلوا او يمرروا قرار زي كده من المجلس الامن في الجلسة اللي كانت في اول ازمة السودان لانه الموضوع كان هيبقى اعتراف وشرعية لقوات الميليشيات بتاعة الدعم السرية ومساوتها بالجيش كمؤسسة عسكرية وده لا يمكن يحصل لانه ده فيه خطورة اهاب ده لو حصل ان انت فيه خطورة شديدة جدا مش على السودان في حاسب لا على منطقة يعني خط جنوب الصحراء ووسط افريقيا بشكل كبير لانه كل اغلب هذه الدول فيها حركات تمرد ومكونات عسكرية غير شرعية ومنهضة للنظام القائم في هذه الدول فبالتالي انت اذا اعطيت شرعية لقوات دعم السريع على انها مكون عسكري مكافئ وموازل الجيش اللي هي المؤسسة العسكرية الرسمية الرئيسية فبالتالي ده هيتأثر به كل او هتتأثر به كل الدول وهتأخد شرعية كل الحركات المسلحة المعارضة في تشاد وفي النيجر وفي مالي وفي موزنبيق وحتى في كل الدول الافريقية وافريقيا الوسطى دي هتأخد شرعية حتى في ليبيا ما هو لسه كنت اقول لحديتك انه ليه بقى تسمت لان هي دي اللعبة الاستعمارية اللي تم ممارستها على المنطقة كلها خليهم يخبطوا نديهم سلاح لغاية لما هو يا جماعة نقعد بقى على مئدة المفاوضات اصبح الحوسي طرف وهو جهة ارهابية كذلك ليبيا اصبحت الحكومة اللي منتهية دي طرف ويمكن اللعبة تلعبت برضو مع حماس يعني يعني هم عايزين هو ده نفس اللي حصل فعلا مع حماس بس مصر لن تسمح بهذا الامر مع السودان طبعا لان السودان عمق العمق يعني هو السودان فعليا عمق العمق الاستراتيجي لمصر وطبعا ارتباطات كتيرة يعني من نفلة القرن نتكلم على التاريخ والتداخل والمصهر وكمان نهر نيل والشلالات والأزمة سد النهضة وغيرها وغيرها والامتداد الحقيقي للعمق المصري هو السودان حتى كينيا يعني لغاية كينيا ده ده يعني انا بسميه زل القوة المصرية فبالتالي مصر لن تسمح وهي مصر حتى في ليبيا خدت نفس الموقف محاولة اخراج المرتزق الأجانب وعدم وجود قوات أجنبية في ليبيا ده في السودان طبعا ما حدث في ليبيا كان في غيبة من الزمن لأن وقتها مصر كانت تحتبر ما فيش دولة في 2011 تم استخدام الجامعة العربية واستخدام عمرو موسى سواء اذا كان بوعي او بغير وعي لإعطاء شرعية للناتو ان يفرض حظر طيران تحت البند السابع في ليبيا وبالتالي سمحت بوجود مكونات متعددة عسكرية ومليشيوية النهاردة انت مش قادر تتخلص منها ده لو كان حصل في السودان برضو هنستمر في أزمة سبع ثمان سنين ونشيو تقدر تتخلص من الأزمة خصوصا يا أستاذ أهاب ان السودان حدودها مفتوحة مع الجميع والمليشيات الإرهابية الأمر خطير جدا ده دول الجوار بس سبعة ودول جوار الجوار سبعة هو يعني أنا حسبتها العيد أكتر من 18 دولة هتتأثر وال18 دولة دولة فيهم جماعات إرهابية وبدأت تنشط داعش من يعني لو لاحظنا أن داعش في الصومال بدأت تنشط خلال الفترة الأخيرة ومنظمة الشباب بقى والحاجات وحركة الشباب المجاهدين داعش في موزنبي في امتداد بقى في مسلس تورابورا الصحراء أو ساحلستان الصحراء ما بين مالي وبوركينا فاس والنيجر مع شكية فاندم فبالتالي وبدأ يستعين بهم حمدتي جزء التسعين في المية من خوات بتاعته خوات بتاعته من العناصر طيب أنا عشان كده بقى يعني عايز أسأل حضرتك سؤال مرتبط خالص بالنقطة ديت وهي فكرة أنه كتير من المحللين قالوا أن المستهدف في كل هذا أكيد مش السودان السودان خربانة المستهدف مصر ويرد عليه ناس تانية تقولك هو كل حاجة مصر ولنظرية المؤامرة وإحنا مستهدفين مصر يعني كيف تتصرف مصر مع عمقها الإفريقي إذا فقدت السودان شوف يا أستاذ أهب الأحراك بتقوله ده مهم جدا لأنه لابد أن نعي أنه مصر دولة عظيمة في الإقليم وفي العالم أي ودولة مؤسرة في الإقليم وفي العالم الهدف كله هو بفعلا مصر من لا يؤمن بنظرية المؤامرة فهو خاطئ لأنه لو كانت مصر دولة ضعيفة أو دولة بسيطة كان تفتيت المنطقة وتقسيم المنطقة قد تم سهل جدا بدونها بالزبط لكن تاريخيا المعايير الدولة الحقية موجودة في مصر وتاريخيا مصر هي اللي كانت بتصد الغزاة من كل الاتجاهات وهي اللي حمت المنطقة وحمت سقوط المنطقة على أزمنا طويل فبالتالي لابد أن نؤمن بنظرية المؤامرة هم أعلنوا يعني هم محدش أخفر جابنا من عندنا المشكلة أنه إحنا ما بنقراش أنت عارفش حتى إحنا اللي ما بنقراش وما بنفكرش لكن هم أعلنوا كل الدراسات الأجنبية اللي تم تسريبها وحتى الدراسات التاريخية منذ القديم منذ الرحالة القدامة والمستشرقين والمستعربين وغيرهم قالوا أن مصر هي المقصود من يسيطر حتى زي ما جاه نابليون لما جاه عشان ينشر وجوده في المنطقة ويقطع الطريق على بريطانيا جيلترا بريطانيا فيه ويقطع على طريق الهند جي مصر لأنه من يتحكم في مصر يستطيع التحكم في جزء كبير من العالم الجزء الشهير اللي كان فيه كتاب هيلاري كلينتون بتاع تلتمائة وستين ده الكتاب اللي كتبت فيه ان احنا خلاص كنا على وشك اعلان الدولة الإسلامية في سيناء يوم خمسة سبعة وصار المصريون وحطموا كل شيء لأنه كان فيه مش عارف أربعة وثلاثين دولة جاهزة للاعتراف بالدولة دي وخلاص فيعني الموضوع مش احنا مختلقه شوف حضرتك ذكرت بأمر مهم نرجع ليه بعد سبعة وستين كانوا بيحاولوا نفس المحاولة انه حاولوا يتفقوا مع الشيوخ القبائل في سيناء بعد احتلال سيناء في سبعة وستين على اساس ان يعملوا لهم مؤتمر لتدويل سيناء وبالتعاون مع المخابرات الحربية العظيمة في مصر تم يعني جماعة مشايخ القبائل في سيناء سيروا القيادة الاسرائيلية والدولة الاسرائيلية وقتها واتفقوا على انهم يقولوا ويحضروا المؤتمر وجمعت جلد مقير وكل الاعلام العالمي على اساس انه شيوخ القبائل السينوية هيطلبوا بالتدويل وطلع رحمة الله عليه يعني الشيخ سالم الهرش وقال اللي كان متحدث باسم القبائل وهم كلهم منتظرين انه يعلن بقى ان فصل سيناء وتدويل سيناء ومطالب تدويل سيناء وإعلان سيناء دولة فقال لهم سيناء مصرية وارض مصرية ومن يريد التحدث عن سيناء لابد ان يعود الى الرئيس جمال عبد الناصر فنفس المخطط اللي كان في 67 نسياتك بتذكر به دلوقتي مؤخرا ايام هيلاري كلينتون فكي الكتاب بكلمة السر 3060 هي المشكلة يا فندم هما اسرائيل يعني دايما يقولوا ابحث عن المستفيد اسرائيل هي المستفيد الوحيد ليه لانه قطاع غزة اكبر كسافة سكانية في بقعة واحدة في العالم فقال لك خلاص ناخد سيناء نحدف الفلسطينيين فيها ودولة اسلامية اسلامية يكلوا في بعض احنا مالنا وإحنا اسرائيل توسع وتراحت المغاوة وبقى فلسطينيين حرموا للأبد ده كانوا اللي بتكلموا عليه في فكرة صفقة القرنة اللي رفضها الرئيس السيسي ورفضها قبل كده الرئيس حسن مبارا فهو ده المستهدف مصر لذلك نرجع للحراك بتقوله فكرة المؤامرة هو المؤامرة الحقيقية على مصر لانه اذا استطاع اضعاف مصر هيمضي مخطط تقسيم المنطقة واسقطها بسهولة جدا لان مصر هي العقبة الكأود في مواجهة هذه او في تنفيذ المخطط فمن لا يؤمن بنظرية المؤامرة فهو خاطئ النهاردة العالم بيتغير وفي تغيرات يعني انا في تقديري انه دلوقتي احنا في مخاطر زمنية اي زي اللي حصلت بعد الحرب العامية التانية بالزبط فخلال العامين القادمين ده سيتغير العالم تغير مزلزل وحاسم في كل شيء اي وفي دول ستمحى من القريطة اللي علمك الخليج في دول ستمحى من القريطة وتضم الى دول اخرى وفي دول هتتقسم السودان مطلوب انها هتتقسم جديا مطلوقة طبعا لانه ودلوقتي احنا لو نراحز انه الازمة اللي نشعف في درفور الاشتعال اللي حصل في درفور بشكل كبير هو الجزء من المخطط او خطوات المخطط الازمة اللي في كوردفان ولذلك كان الدعوة الى مؤتمر دول الجوار هو ازكى دعوة وافضل دعوة واهم دعوة تم في ازمة السودان احنا شفنا وشفنا الرؤية المصرية اللي ترحها الرئيس في بداية الجلسة لما تحدث عن خطوات عجلة للانقاذ وقف العمليات العسكرية توفير اغاثات عجلة ممرات امنة الدخول في حوار جاد بين الاطراف انا بتهالي هي ديات اللي طلعت في الباني الختامي يعني رؤية المصرية تبناها يعني رؤية المصرية اه وكمان في نقطة مهمة لو تلاحظ ان الهدنة اللي اتعقدت في جدة وتم التنطنة حواليها ورعاية امريكية ورعاية اوروبية ورعاية خليجية فشلت لكن ليه بقى هو المسألة عدم وجهة يعني هم تكلموا على حاجات بسيطة جدا انا في تقديري من وقتها وقتها قلت انها مش هتنجح لانه ما فيش موضوع حقيقي في المفاوضات ديات لكن النهاردة انت بتتكلم على دول الجوار هو ده المكون الحقيقي اللي ممكن تعتمد عليه لانه السعودية بعيدة الدول الاقليمية الاخرى بعيدة امريكا وان كانت راعي سواء للسلام او للحروب فهي بعيدة ولكن معنية بالامر لكن المعنى اكثر بالامر هو دول الجوار جنوب السودان واريتريا واتشاد وافريقيا الوسطى ومصر واسيوبيا وكل دولة عدها مشكلة ولذلك يعني اول حاجة اريتريا مثلا هتحصل قزمة كبيرة جدا في اريتريا اذا حصلت استمرت الحرب لانه اولا حاجة 90% من الاغذية يعني المواد الغذائية وكده في اريتريا بتيجي من السودان بتدخل من السودان كذلك في اسيوبيا كذلك في تشاد كذلك في افريقيا الوسطى الدول دي هتتأثر تأثر كبير جدا فضلا عن التداخل العرقي ولذلك هو حتى يمكن موقف اسيوبيا ابي احمد له موقف عجيب طبعا هو مفهوم يعني يعني هو كان بيدعو الى مع كينيا الى فرد حزر طيران وانتشار وتدخل سريع لانه عايز يعمل ازمة في السودان والازمة تستمر يتأثر بها اريتريا وتأثر بها تشاد طيب انت ابي احمد ليه ما دعتش الى وجود قوات اجنبية ولا حزر فرض حزر طيران لما كان في حرب التجراية عندك انت عندك يعني عشان هو عايز سيادة وطنه مش عايز سيادة للسودان وعايز يقزم المنطقة المحيطة بيه فدي افكار اعتقد ان مصر وطبعا مصر بالتأكيد والادارة المصرية بكل افروحة فاهمة الامر ده هل نقدر نقول ان هناك حلقة سودانية في هذا المخطط اللي هو ضد مصر لانه الحقيقة من زرع الحكم الارهابي في السودان لمدة 30 سنة او اكتر على رأسه جماعة الاخوان والبشير اه عمر البشير ونفي الطبقة المثقفة والسياسية وتجهيل وافكار الشعب السوداني حتى اصبح وطبعا تكرههم في مصر برضو خلينا نقول بصراحة ده جزء مهم جدا واضف الى كل اللي حضاك بتقولوا ده الدغط من الفئة الحاكمة اللي هي ذات الاصول العربية وخصوصا الجعلية والشيقية ودولة اللي بيحكمه السودان منذ زمن طويل والاتهاد او ممارس الضغط وابعاد على المكونات الاخرى العرقية الاخرى خصوصا الزنجية والافريقية وده اللي كان رفضه زعيم الراحل جون جرانج رحمة الله عليه لانه هو الراجل حتى هو كان وحداوي ما كانش زعيم انفصالي جنوب السودان اه فيعني هو كان بتكلم على انه الازمة كانت في انه الفئة الحاكمة من الجعلية والشيقية العربية هما بيستبعدوا العناصر الافريقية الاخرى اهل البلاد الاصليين وده لما جات جماعة الاخوان مارست هذا الاستعلاء والاستبعاد بشكل اكبر فضلا على انه الجماعة نفسها لا تؤمن الا بغيرها لا تؤمن الا بنفسها يعني ايه لا ما تديش مصلحة لحد من خارجها ما تديش تعليم جيد لحد من خارجها ما تديش وظائف جيدة لحد من خارجها وبذلك سيما سيادتك تفضلت وقلت انه هما مارسوا تجريف شديد جدا افقار شديد جدا وافقار متعمد ونهب متعمد ولذلك انت وصلت المرحلة في الاربع سنوات بتكلم على انه لا فيه دقيق ولا فيه عيش ولا فيه خبز وطبع الفول بقى الف جنيه وما فيش كهرباء ومصانع القطن تعطلت ومزارع القطن تعطلت هو عمر البشير لسه محبوس هو خرج من سجن كوبر وقيل انه تم التحفظ عليه في مكان آمن وده يعني ما اعتقدش يعني 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 فيه كلام على انه يعني انا ما عنديش معلومة الحية لكن يعني وفر له الملازل آمن كفاتورة للي عمله في شعب اه طبعا يا رب لانه هو هو المسألة شوف الازمة في السودان ان النخبة الحقيقية يا استاذ اهاب مستبعدة طبعا مستبعدة من التفكين مستبعدة من الحكم طبعا وبعد انت بتتكلم فيه فصيل آآ ديني بيتحكم في البلد تلاتين سنة خلاص خلاص خدية البلد فضاها من كل المكونات الحقيقية آآ حتى هم ما حطوش مكونات ما زرعوش نخبة حقيقية ده ده يزرعوا ايه ده هم كانوا بينفوا اي حد بيفكر فبالتالي الازمة انت وصلت المرحلة يعني انا شايف اللي بيحصل ده في السودان هي حرب عباسية تذكرنا بحرب الملوك الطواقف في الاندلس يعني العرب لما راحوا الاندلس ونشروا الاسلام واحتلوا الاندلس وفي الاخر بدأوا يحربوا بعضهم الى ان اخرجهم ايزابيلا وفردنان فيعني ما يحدث في السودان الان هو نفس ما حدث من خمسمائة سنة في الاندلس من حرب العرب لان اللي بيتحاربت هم المكونين العربية طيب خليني بقى اسأل حضرتك بناء على كلامك القيم ده القادم ايه عشان كده انا ترددت في بداية الفقرة لما قلت حضرتك هي توصيات ولا قرارات في هذا البيان الختامي هل تملك هذه الدول اللي كانت مجتمعة في مصر النهاردة او في القاهرة قمة القاهرة بالتحديد هل تملك ان تحول هذه التوصيات لدرجة من الالزام يعني مثلا فكرة انه يحصل وقف فوري لاي عمليات عسكرية هل نملك انه هم يعودوا مع بعض مثلا هل نملك شوف اول حاجة انه المؤتمر بمدخلاته وبتجميعة هؤلاء الفرقاء لاحظ ان المجموعة فيه ازمات كبيرة بينهم فان مصر تستطيع ان تجمعها ده يدل على قوة مصر في الاقليم وفي العالم ويدل برضه على ان فيه رغبة مخلصة انه هم يساهموا في القصة مصر لا يعني مصر استخدمت كروت ضغط اقليمية ودولية من قوتها هي الاقليمية والدولية علشان الناس دي تجتمع لانه لم يعني في وقت ما لم يكن ليحدث هذا الاجتماع وهذه التجميعة لمجموعة الدول وده ما حصلش في اي حاجة حصلت بالنسبة للسودان قبل كده فزكاء من مصر ان تطرح وبعدين مصر من البداية بتشتغل بدون طنطنة وبدون ضجيج وانتظرت حتى تبينت الرؤى ومن اراد ان يعمل هدنة ومن اراد ان يعمل مؤتمر ومن اراد ان يتدخل حتى فشل الجميع حتى فشل الجميع وتلاحظ ان فيه دول اقليمية زي الامارات اختفت تماما من الصورة او تراجعت او استخبت بمعنى اصح النهاردة الجمع ده ده مهم جدا يستطيع او تستطيع هذه الدول انها تسهم في استقرار السودان لكن في تقدير الشخصي ان لابد ان تكون هناك رعاية دولية سواء من الامم المتحدة او من الاتحاد الافريقي او من امريكا لان ده يعني تأكيد هذا او تنفيذ هذه المخرجات والقرارات والتوصيات محتاجة الى دعم اقتصادي وطبعا كل الدول الجوار هي دول فقيرة هل حضرتك شايف انه لازم يكون دعم من امريكا او امريكا او امريكا لا امريكا يعني حضرتك شايف انه بشكل او باخر الاتحاد الافريقي يتبع السياسة الامريكية الامم المتحدة تتبع السياسة الامريكية والعرب يعني السعودية والامارات وقطر يعني هدك تتحدث عن ضغط امريكي لانقاذ السودان الاقتصادي بالضبط اذا 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 كانت هناك نية مخلصة اي في انقاذ السودان او تبطيء الانفجار العالمي انا سبق انا من 2014 لغاية 2020 كنت بقول انه في لقاءات عديدة انه ما يحدث في المنطقة العربية هو بروفا لحرب شاملة ستحدث واتوقعت ما يحدث في السودان ده قبل عامين وكتبت فيه مقال ازاي فندم ازاي اللي بيحدث في المنطقة العربية بروفا لحرب شاملة بينما الناس تتصور ان الحرب الشاملة اطرافها لازم تكون الاطراف القوية في العالم زي امريكا الصين روسيا ما هو لانه انت الجزء المنطقة العربية جزء اساسي اما في الحروب او في السلام عشان المصالح بتاعت من قناة السويس فيه 14.5% من حركة التجارة العالمية بحر العرب ومضيق هورمز كذلك فانت ما يعني ما يمر في هذه المنطقة لا يقل عن 38 او 40% من حركة التجارة الدولية النفط والغاز اغلب سرواته او اغلب الاحتياطات ودهب كمية الدهب اليورانيوم ونوعيات عديدة جديدة من الموارد المحجرية والموارد المعدنية والرملة السودة كل ده اللي بدأ اللي بتستخدم في الصناعات والتقنيات الحديثة جدا سواء في الطيارات او الكمبيوترات يعني اللي هيحوز المنطقة دي هو اللي هيحوز تصنيع التكنوليش فبالتالي التسويات في المنطقة اذا كانت مرتبطة بحر الصين الجنوبي او في اوكرانيا او في افريقيا الجنوبية او الغربية مرتبط بهذه المنطقة لان العالم يحكمه مجموعة دول عديدة يعني او معروفة اللي هو مجموعة الاتحاد الاوروبي بعد الدول الاوروبية فرنسا وانجلترا 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 والمانيا مع امريكا وروسيا والصين والهند مؤخرا دخلت فيها حاجات بتتوقع حدوث حرب كبيرة في المنطقة انا انا تقديري او شوف انا بقول يا أستاذ أهاب انه وشوفت حراك بتقول كلام ده وبعض المزعين ناس الوعية انه الالتفاف حوالين الجيش المصري مهم جدا الالتفاف حوالين الرئيس عفتاح السيسي في هذه المرحلة مهم جدا لانه ضمان وحدة مصر وقوة مصر وعبور مصر هذه المخاضة الزمنية بدون يعني بدون هزات عنيفة ده هيضمن استقرار المنطقة او على الاقل يحافظ على المنطقة بالقدر اللي ما تبهدلش المنطقة او ما تتقطعش قطع كسير طيب انا شايف الناس من اللي بيتفراجعوا على حضرتك في الدقيقتين اللي فاضلين عايزين يسألوك يقولك طيب يا أستاذ ايمن هي مصر هتلاقيها منين ولا منين من دعم سلاسل امداد متقطعة حرب روسيا ووكرانيا كوفيد ناينتين المحاولة اللي مصري بتحاول انها تقوم باقتصادها وحققت نجاحات قوتها السياسية بقت اكبر يعني شوفيا انا يعني الحسابات المادية البسيطة او الحسابات المادية المعقدة حتى ما تقولش ان مصري تقدر تعمل حاجة لكن اسرار القيادة السياسية واسرار الدولة واسرار الجيش على حفظ التوازن وحفظ الدولة وحفظ المنطقة ده انا في تقدير ان هو راجع للوعد الالهي شوف مصر اللي مرت فيه العائلة المقدسة وشرفتها مصر اللي تجلى الله وكلم سيدنا موسى ربنا فيه والمكان الوحيد اللي تجلى رب العزة فيه في مصر مصر اللي تقال فيه قرآن ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين فهذه الوعود الالهية انا في تقدير ان هي اللي بتدي قوة مصر ولذلك حفظت حتى الالتفاف الشعبي ودي يمكن نختم بيها بس الناس لما احنا بنقول الكلام ده الناس هقالها ان احنا بنطبل الالتفاف الشعبي وحدة الشعب عايزين ده مش عايزين ده عايزين النظام ده 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 معجزة الهية برضو بالزبط الشعب يبقى على قلب راجل واحد شعب مش قولاني مية وخمسة مليون واقول سيادتك على حاجة ده على مدى التاريخ كل ما مصر تبدأ تنهره تقع تلاقاها بتجمع نفسها من تاني ده من قصة انزيس بالزبط فبالتالي هو الحسابات بص بالزبط زي ايه انت كرب أسرة وانا كرب أسرة لو جينا نحسب حساباتنا احنا بنصرف على بيوتنا ازاي من مرتباتنا دي لا يمكن منطقيا انها تتم فبالتالي رب الأسرة المصرية قائد الدولة المصرية رئيس عفتح السيس والجيش المصري والمخابرات انت لو قلت لي محددات مادية واضحة ازاي بيحافظوا على البلد دي مش منطقية لكن هو اسرارهم وعزمتهم ورب العزة عشان كيف دايما السيد الرئيس يتحدث عن ان ربنا واقف مع البلد دي وده صحيح وده صحيح اشكرا جدا السيد ايمن نورتني شكرا السيد ايهاب الله جزيلا شكر للكاتب الصحفي السيد ايمن السيسي نائب رئيس تحرير جارية الأهرام بشكركم مشاهدينا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله حلقات جديدة في مساء الخير هذا البنامج برعاية ميلي وليلي بعد حكيته لك وبعد الفكر بالخطيعة عن خدمة رأي مصب شكر دوفيج بالإحساس خدمة رائعة وانا بصراحة عمري متأخر عن خير يخدم بلدي اهم حاجة ان احنا حنساعد ناس كتير وحنعمل خير كتير وحنفرح ناس كمان وحنفرح ناس وعتقد ان هي رسالة الفن مش بس انك انت تعمل اعمال هدفها واتدحك الناس كمان تعمل خير على قد ما طيب تنونا في حفلات شابرد وفنجيب يوم 12 أبوز في نيوجيرسي و13 في نيوجيرسي للإعلان على ميساد اتصل على 012 76 22 3 4 5 أو 012 76 22 3 4 6 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر